تقوم الدالة ترانزبوز بتبديل الاتجاه الأفقي أو العمودي للنطاق المحدد لإدراج دالة ترانزبوز في علامة التبويب صيغ في المجموعة مكتبة الدالات يتم النقر فوق بحث وإشارة ثم النقر فوق ترانزبوز في مربع الحوار وسيطات الدالة يتم تحديد نطاق الخلايا المراد تبديل موضعه لتبديل موضع نطاق خلايا محدد يتم نسخ النطاق المراد تبديل موضعه ثم النقر فوق الخلية المطلوب بدء النتيجة فيها ثم من علامة التبويب الصفحة الرئيسية في المجموعة الحافظة ثم النقر فوق الزر لاصق ثم النقر فوق زر تبديل الموضع مسمى ينقل في الفئة لاصق